أربع فرق عسكرية من قوات الجيش انسحبت بشكل مفاجئ من مدينة الموصل تاركة مواقعها لبضع مئات من عناصر تنظيم داعش هذا ما حدث في العاشر من حزيران عام 2014 حينما اشتاح تنظيم داعش ثانية أكبر محافظة العراق ليسيطر التنظيم بعدها على نحو ثلث مساحة البلاد وسط عدز عسكري حكومي عن صد ذلك التوسع في الذكرى التاسعة لسيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل يستذكر العراقيون ما خلفه الحدث من مآس وجرائم حرب مروعة أسفرت عن مقتل وإصابة مئات آلاف العراقيين واختطاف وتغييب عشرات آلاف آخرين وتشريد الملايين خارج مدنهم فضلا عن التغييرات الكبيرة في المشهدين السياسي والأمني في البلاد وحتى الاجتماعي منه بعد الشياح الموصل من قبل داعش أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي بهدف القضاء على التنظيم وملاحقة زعمائه فيما بدأت الأجهزة الأمنية تحشيد قواتها وتم تشكيل ميليشيات الحجد بداع استعادة السيطرة على المدن المنكوبة فيما عرف حينها بعمليات التحرير تلك العمليات التي كلفت السكان المدنيين خسائر بشرية ومادية يصعب حصرها إلى اليوم بعدما أعلن عن انتهائها أواخر عام 2017 بسعادة الموصل إلا أن أثارها التدميرية ظلت شاخصة حتى اليوم حيث بلغت كلفة الدمار وفقا لوزارة التخطيط أكثر من 88 مليار دولار كان الموصل منها النصيب الأكبر علامات استفهام كبيرة بشأن ملابسات أحداث الموصل ما زالت تطرح في الشارع كل عام دون إجابة شافية نهيك عن تسطر القضاء ومنذ عام 2015 عن محاسبة أبرز المتورطين بهذه الجريمة وعلى رأسهم نور المالكي الذي كان رئيسا للحكومة آنذاك بجانب قيادات أمنية وعسكرية في مكتبه إلا أن أي من تلك الأسماء لم تستدع للتحقيق تسع سنوات مرت على أحداث الموصل ولا تزال فرق الدفاع المدني ومنظمات حقوقية تعلن بين فترة وأخرى عن العثور على جثث تحت الأنقاض في المدينة قضت نتيجة للقصف الجوي والمدفعي الكبير الذي تعرضت له الموصل سقوط الموصل كان مكسبا كبيرا للأحزاب الحاكمة وميليشياتها بل ولدول إقليمية حيث تحولت عمليات السعادة الموصل وبقية المدن إلى صفقات تربح سياسي واقتصادي للميليشيات المنتشرة في المدن المنكوبة على حساب سكانها وفي المقابل لا يزال الكثير من سكان الموصل نازحين بعد هدم منازلهم وعدم وجود عمليات أعمار حقيقية حيث تستمر سياسة تهميش سكان المدينة والتحريض عليهم بخطاب الكراهية المعروف لدى الأحزاب الحاكمة في بغداد تميع ملفات التحقيق في الجرائم والمجازر سمات تميز حكومات ما بعد عام 2003 باعتراف زعماء الأحزاب الذين لا يتحاشن الحديث عن ضغوطهم على القضاء لتغييب الملفات التي تدينهم ومن ضمنها ملف الموصل الذي يشكل أكبر عملية احتيال على التاريخ